أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية مفاجأة. لم تكن في التقدم الذي أحرزه حزب القوات اللبنانية. وتمثل بزيادة مقاعده. ولا في صمود التيار الوطني الحر. ولا في تبعثر الأصوات السنية. ولا في التماسك الذي أبدته الأصوات الشيعية. بل في نجاح قوة لا يستهان بها من قوة التغيير التي أفرزتها ثورة السابع عشر من تشرين. قوة التغيير هذه الآتية من انتماءات مختلفة عابرة للمناطق والطوائف إلى المجلس النيابي الجديد. بكتلة ناهز الثلاثة عشر نائبا. أعلنوا على الملاء أنهم لا ينتمون إلى أي من قوة السلطة. لذا فمن الصعب التكهن لأي فريق سياسي. ستكون الغلبة أو الغالبية المطلقة في البرلمان الجديد. كيف ستتعامل هذه الوجوه التغييرية مع الأحزاب المترسخة في المشهد السياسي اللبناني. من تلك الوجوه الجديدة سينتيا زرازير. التي فازت بمقعد عن قائمة لوطني. المعارضة في دائرة ببيروت الأولى. أصبحت سينتيا حديثة مواقع التواصل بعد تداول تغريدة لها عن الشعب السوري. كتبتها في عام 2016. عندما سئلت عن التغريدة في مقابلة أجريت معها قبل انتخابها. اعتذرت عن لغتها. لكنها قالت إنها لا تندم على موقفها ضد اللاجئين السوريين. لما كنا نقول ميليشيات. نحن ضد الميليشيات. بس أنت سنتيا عم تحكي بدك ثورة ووطن وناس. سنة 2016 عملت تويت دعيتي فيه لإبادة الشعب السوري. صحيح. ما بنكر. تعتذري؟ أكيد بعتذر. بعتذر على كلمة إبادة وعالتعميم. أنا أخطأت. أنا أعترف قدام الكلمة أني أخطأت. ولكن أنا ما بنضم على موقفه. ما بتنضمي؟ أبدا. اللبنانيون علموا بتغريد زرازير. معلقين عليها. هنا مثلا أسعد أبو خليل يقول. أليل أنه صار في مجلس النواب نائبة. طالبت علنا نواجهانا بإبادة الشعب السوري. وهي تعتبر مرشحة ثورة. متسائلا. يعني بيير الجميل بعزه في المجلس. لم يستعمل كلمة إبادة. بلدكم غريب ومعاييره أغرب. أما هنا شيراز العواودة يقول. محزن أن نرى أن هناك ثمانية مقاعد نسائية فقط في البرلمان اللبناني. لكن من قال أن تضاعفها إلى ثمانين. سيعني بالضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. المسألة ليست كمية ولا نوعية. بل فكرية. رجل لبناني مؤمن بمبادئ العدالة والإنسانية. خير ألف مرة من إمرأة لبنانية. كسينتيا زرازير. تدعو صراحة لإبادة السوريين. وجه آخر مشاهدينا من وجوه التغيير. أثارت حديث اللبنانيين. هو النائب فراس السلوم. الذي فاز عن مقعد الطائفة العلوية في ترابلوس. ضجت مواقع التواصل بفيديو للنائب السلوم. وهو يرقص احتفالا وابتهاجا بفوزه. في الانتخابات النيابية. على أغنية الله وسوريا وبشار. الأمر الذي أثار غضبا كبيرا. أثارت الجماعة الإسلامية في ترابلوس الشمال بيانا. قالت فيه فوجئ اليوم أهلنا في ترابلوس. الفيحاء ببعض الفيديوهات. التي تظهر السيد فراس السلوم. الناجح على لائحة التغيير الحقيقي. يحتفل بطريقة مستفزة لكل حر ولكل شريف. نحن براء من أفعاله ومن أقواله. ونعلن أنه لا يمثلنا ولا يمثل لائحة التغيير الحقيقي. التي كنا شركاء فيها. فعلق أهل شمال لبنان مثلا هنا. سامو يقول عملية احتيال. نفذها المرشح عن المقعد العلوي في ترابلوس. فراس السلوم. الذي وفور إعلان النتائج انقلب على المبادئ والسيادة. ليبين معدنه الحقيقي. ساعات بعد صدور النتائج. توجه إلى جبل محسن. ورقص على وقع أغنية بشار. يا حبيب الملايين. أما هنا تدوين لمن يسمي نفسه كائن. يقول فراس السلوم المنافق. ترشح وربح على أساس مجتمع مدني. احتفل بالفوز على أغنية الله وسوريا وبشار. أولا على أهل ترابلوس والشمال. نبذه على الثوار عدم سكوت أبدا. بالنهاية مصيرك. مثل مصير أبواق الأسد في لبنان. أرسلان ووهاب. وكرامي النبذ والفشل. أما هنا هيثم غصة في شغلة المفروض الكل يعرفها. نحن بجبل محسن تربينا على أغاني تسلم للشعب يا حافظ ويا بشار. يعني هالأغاني موجودة بجيناتنا. وما في عرص أو في مناسبة إلا ما نسمعها. وندبك عليها. والنائب فراس السلوم. ابن هالبيئة ومن الشعب. لكن نفاهدين بالنسبة للنائب فراس السلوم. رد في بيان. وقال إنه نائب عن الطائفة الإسلامية العلوية. وعن الأمة اللبنانية جمعها. وأحترم آراء الجميع. ولا أتبع لأي حزب سياسي. والقول له. ولم أكن مرشحة أحد من الأحزاب عن أبناء الطائفة الإسلامية العلوية. وأنتمي لأهلي وناسي في ترابلوس. مشاهدين نائباني آخراني فازا في الانتخابات البرلمانية. أثار جلالا في لبنان. طبعا علي حسن خليل وغازي زعاتر. كلاهما من حركة أمل. فقد ورد اسمهما في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. إلا أنهما نفيا ارتكاب أي مخالفة. كما رفضا حضور جلسات الاستجواب. مشاهدين معنا عبر اسكان بيروت. الصحفية وناشطة السياسية ميرنا صابر. مرحبا بك ميرنا. ميرنا ربما الوجوه الجديدة التغييرية التي أفرزتها الانتخابات. برأيك إلى أي مدى ستحمل بالفعل تغيير وحالة من الإرباك إلى القوى السياسية التقليدية في لبنان؟ مسأل خير رانيا لإليك ولمشاهدين. نحن اليوم كمجتمع مدني. وخاصة الوجوه الجديدة. فينا نقول حققنا إنجاز بنسبة الاقتراع لهالأد قليلة. قدرنا نوصل 15 صوت معارض حقيقي. معارض وتغييري على المجلس. اليوم هالخمستعشر نائب كانوا من صلب صورة 17 تشرين. وعم نشتغل إن كان من بيروت الأولى، بيروت الثانية، جبل لبنان الرابعة وكل المناطق. لحتى تكون كلمتهم بالمجلس كلمة موحدة وموقف واضح. على أمل أنه نحن اليوم دورنا بالمجلس هو المحاسبة والمسائلة. والاستحاق الأول رح يكون للنواب الجدد المية و28. هو انتخاب رئيس لمجلس النواب. على أمل الكتلة النيابية الأخرى هي يلي تجرب تكون على قد كلامة يلي عرضته بالانتخابات. وكانت شعاراتها معارضة مية بالمية. إن شاء الله تكون شعاراتها معارضة بالمجلس ومش بس تفوت لجوه. هل يمكن من لهجتك ومن كلامك هل هناك ثقة بأن هؤلاء الذين حملوا فكرا تغييريا ودخلوا إلى المجلس النواب سيبقون على هذا التماسك؟ وهم مختلفون أيديولوجيا وكذلك ربما حتى انتماءهم السياسي وانتماءهم الطائفي مختلف. يعني نحن اليوم واسئين بالنواب الخمسة عشر اللي قدرنا نوصلهم على المجلس. إنه ما رح يزلوا اللبنانيين مثل ما زلوهم أحزاب السلطة. ما رح يوقفوا الناس بالطوابير لقدام المستشفيات ولا قدام الترمبات. رح يجربوا بالقليلة يكروا قوانين ويشرعوا قوانين. بتفيد المواطن ورح تكون مصلحة البلد بالمرتبة الأولى بلا أي تناتش على الحصص أو تناتش على المنصب. ميرنا صابر الصحفية والناشطة السياسية حدثت لنا من بيروت. شكرا جزيلا شكر. شكرا لمشاهدة كاتران دينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها. شكرا للمشاهدة.